بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية نحن نتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي الحلقة الأخيرة كنا نتكلم عن الوظائف التي حمل القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم إياه وهي ثلاث وظائف كما أصغينا إلى كلام الله سبحانه وتعالى الوظيفة الأولى تبليغه القرآن للناس من خلال كونه رسولا إليه الوظيفة الثانية تزكيته أي تربيته للناس الوظيفة الثالثة شرحه لغوامض القرآن وبيانه لمعاني الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على الناس تسألنا هل من أدلة في القرآن على تحميل الله رسوله هذه الوظائف قلنا نعم ففي القرآن نصوص كثيرة وآيات كثيرة تنطق بالدلائل القاطعة العلمية المنطقية على هذه الوظائف الثلاث وأولها وظيفة الإبلاغ من خلال كونه رسولا وظيفة إبلاغه القرآن كماه دون أي تغيير ودون أي تبديل أن يبلغه كما أنزل استعرضنا طائفة من الأدلة التي ينطق بها بيان الله سبحانه وتعالى كان آخر دليل لفت القرآن أنظارنا إلى خصائص القرآن التي تؤكد لنا أن هذا القرآن لا يتأتى أن يكون كلام بشر لا يمكن أن ينطق به إنسان وأصغينا إلى بعض الآيات التي يتحدى فيها الله الناس أن يأتوا بكلام مثل القرآن وتساءلنا ما معنى أن الله عز وجل يتحدى البشر أن يأتوا بكلام مثل القرآن قلنا معنى ذلك حتى لا يتيه تائه عن معنى هذا الكلام ولا يرتاب مرتاب معنى ذلك أنكم عندما تصغون إلى هذا الكلام ستجدون أنه بريء وبعيد عن كل الصفات البشرية في حين أن الإنسان عندما يتكلم لا بد أن يأتي كلامه مغموسا بالصفات الإنسانية والبشرية هذا معنى هذا الكلام فهل لكم أن تاتوا بآيات أو بسورة أو بآية من مثل كلام الله عز وجل أي في ابتعاده وبعده عن الصفات البشرية نهائيا بحيث أنتم أيها البشر تنطقون بهذا الكلام ثم يكون هذا الكلام مبرأ منزها عن الصفات الإنسانية جربوا هذا الكلام الذي يقوله القرآن مستنده العلم لأننا درسنا في علم النفس التربوي وغيره أن صفات الإنسان تبرز أكثر ما تبرز في كلامه فكلام الإنسان مرآة لنفسه هذه حقيقة نعرفها جميعا الإنسان عندما يتكلم ويهذر بالكلام ويطيل الكلام إذا كان هناك من يصغي إليه وكان يدرك شيء من ثقافة علم النفس لابد أن يكتشف الخطوط العريضة لنفسيتي لابد أن يستبين نفسيته لأن طبيعة الإنسان تندلق على كلامه يستحيل أن يجعل الإنسان كلامه في واد وبشريته في واد آخر هذا ما يتحدى كلام الله سبحانه وتعالى الإنسان به ثم أدركنا الوقت وعدنا أن نتابع هذا الكلام اليوم تعالوا نصي إلى كلام الله عز وجل هل هو هل هو فعلا منزه مبرأ من ثفات البشرية ألا يمكن أن نجد عليه بعض بصمات الطبيعة الإنسانية تعالوا نضرب بعض الأمثلة والقرآن كله أمثلة لكن طبعا لا أستطيع في هذه الجلسات القصيرة أن نستعرض القرآن كله من أليفه إلى يائه لبيان هذه الحقيقة لكن نضرب أنثلة من هنا وهنا وهناك تأملوا في هذا الكلام وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم فلا صرق لهم ولا هم ينقذون إلى آخر السورة ألا تلاحظون هذا الكلام ألا تلاحظون إلى ضمير المتكلم خلقنا قدرنا أحيينا من هو هذا الإنسان الذي ينسب إلى نفسه هذا الكلام من هو هذا الإنسان الذي يجرؤ أن يقول هذا الكلام وينسبه إلى نفسه عودوا أيها السادة والسيدات تأملوا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أنا أقول هذا الكلام أنت تقول هذا الكلام أنت تقولين هذا الكلام وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه فلا يشكروا انظروا إلى قوله ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ومن نعمره ننكسه في الخلق نظروا إلى هذا القانون كل من نعمره طويلا نجعله يعود القهقرة في صفاته الخلقية ضعف بعد قوة ذبول في الغرائز كلها كل شيء يتراجع في كيانه أنا أقول هذا الكلام أي جبار من جبابرة الأرض يتأتى له أن يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق نعم تعالوا إلى هذه الأمثلة الأخرى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى آخر الكلام تأملوا وسائل عقولكم الحرة الموضوعية أي زيد من الناس يتأتى له أن يقول هذا الكلام المناقض للضعف الإنساني البعيد والمبرأ عن الصفات البشرية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنا أقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنا خلقت الإنسان هل هناك ملك من الملائكة الغابرين الآتين الموجودين يدور لسانه بهذا الكلام تطاوعه نفسه أن يقول هذا الكلام إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتذنا أي أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا تعالوا إلى مزيد من الأمثلة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علق ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إلى آخر الآيات عودوا وسائل أنفسكم معتمدين على ميزان العلم والموضوعية الصافيتين عن الشوائب هل يمكن لأي بشر من الناس أيا كان مستواه أن يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم أصلا عمر الزمن قد تطاول وكلمات الملوك والرؤساء الذين جاءوا ومضوا مع الزمن كثير منها تستك في أسماعنا هل سمعتم أن في جبابرة الأرض ملوكها قادتها من قالوا هذا الكلام أو من نهج هذا النهج في هذا الكلام لا تستطيعون أن تعثروا لا في غابر الأزمان ولا في حاضر هذا العصر ولا في مستقبله على من يستطيع أن يخلع بشريته كما يخلع أحدنا رداءه ثم يجعل من نفسه خلاقا ثم يقول هذا الكلام إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم من ذا الذي يقول ونقر في الأرحام أنا أقر في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا نخرجكم من هو الرجل أو البشر أيًا كان مستواه الذي قال في يوم من الأيام أو يملك أن يقول اليوم أو يملك أن يقول غدا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذر العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا لا يستطيع الإنسان عندما يتكلم ينزع من طبيعته يستخرج الكلام من أغوار نفسيته ولا يمكن أن يتصيد الكلام من طبيعة تخالف ذاتيته إن حاول يتلجل جسانه إن حاول لا يستطيع أن يستبيه لا يستطيع الإنسان قد تقولون يمثل يمثل نعم الإنسان عندما يمثل يمثل من؟ يمثل أمثاله على خشبة المسرح يوجد من يمثل ملكا من الملوك بينهما جامع مشترك من البشرين يمثل تاجرا من التجار يمثل بعض الدهاقنة القدامى يمثل محبا عاشقا يمثل فتاة محبوبة إلى آخره هذا التمثيل بين الممثل وبين الذي يمثل هناك جسر واصل كلهم بشار كلهم أناسي ولذلك فهذه القدرة لا إشكال فيها لكن أن أقف على خشبة المسرح فأمثل الخالق وأنطق بما ينطق به الخالق بصفاتي الربوبية بعيدا كل البعد عن صفاتي بشرية فأقول مثلا ومن نعمره ننكسه في الخلق أقول مثلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أقول مثلا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مَنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ قال يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ طيب اسمعوا تتمة كلامي فأوقد لي يا هامان على الطين نعم فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى هذا الكلام ينقله رب العالمين عن لسان أحد الفراعنة نعم طيب ألا تلاحظون كيف أن كلامه يكذب دعوة ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا إله ولا يجد سبيلا لبلغه أسباب السماوات إلا أن يستعين بالطين وأسباب الطين إجمع لي شيء من التراب وهيئ لي شيء من الطين حتى أستعين به لأبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى لعلي كلمة لعلى من يقولها كلمة لعلى هذه الكلمة كلمة الرجاء تنبع من كيان الإنسان الضعيف الذي يفعل ويأمل ولا يدري هل سيتحقق أمله أم لا يتحقق لكن هل في الكون كله إنسان يفيض كيانه بصفات البشرية المعروفة الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا يتكلم فيجعل كلامه محررا من صفاته البشرية لا يستطيع أبدا بشكل من الأشكال لكن ارجعوا فاقرأوا كلام الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره ستجدنا أنه مطبوع بطابع الربوبية أن جلالا بعيدا بعيدا عن البشرية نسميه جلال الربوبية يحيط بهذا الكلام العجيب من الذي يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد من الذي يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد من الذي يقول إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد من يخاف وعيدي أظن أنني استطعت أن أبسط وأن أوضح خلاصة ما يعنيه بيان الله عز وجل من الإعجاز القرآني عندما يتحدى البشر أن يأتوا بكلام مثل هذا الكلام معنى أن يأتوا بكلام مثل هذا الكلام أي أن يتكلموا بكلام مبرأ عن صفاتهم البشرية أن يأتوا بكلام مبرأ عن صفاتهم الإنسانية لا يستطيعون في حين أن هذا الكلام القرآني تحاول أن تعثر في آية من آياته على صفة من صفات البشر لن تستطيع أن تعثر على ذلك أليس هذا دليلا علميا قاطعا على الوظيفة الأولى التي ابتعث الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ألا وهي إبلاغه هذا الكلام للناس كما أنزل دون زيادة ولا نقصان لو أنكم أيها السادة والسيدات وأنا أخاطب إخواننا المرتابين قبل أن أخاطب المؤمنين إيمانا تاما لأننا في هذا نحاول أن نبحث وأن نتحاور وأن نصل إلى الحقائق أقول لهم تأملوا ستجدون أن هذا الكلام حقيقة علمية أيها الإخوة لا يستطيع رجل يعيش في هذا العصر ربي في ظلال القرن العشرين أن يقلد كاتبا عاش في ظلال القرن الخامس مثلا أو العاشر مثلا لا يستطيع لأنني ربيت على نفسية معينة في هذا العصر الجاحز ربي على نفسية أخرى في ذلك العصر مع أن هناك جامع مشترك بيني وبينه ألا وهي البشرية العامة لكن مع ذلك إلى جانب البشرية العامة الجاحز ربي في عصره على طبائع معينة أو رثته عصره أو رثه عصره إياها أنا ربيت في ظلال هذا العصر على صفات أخرى لا يمكن أن أقلد أسلوب الجاحز لأن نفسيتي التي عليها بصمات هذا العصر تحول بيني وبين ذلك لا قد أقول شيئا آخر قلته مرة لإخواننا في الجامعة لو أن إنسانا أوتي طبيعة المرح 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 في كلامه إنسان آخر أوتي طبيعة الجد والعمق في كلامه هل يستطيع صاحب الطبع المرح أن يقلد أسلوب زميله الجاد؟ لا هل يستطيع صاحب الأسلوب الجاد أن يقلد أسلوب زميله صاحب المرح؟ أبدا لا يعني إبراهيم عبد القادر المازين الذي كان معروفا بمراحه وهزله ويعني كان رجلا يحب المرح لا يمكن لو طلب منه أن يكتب صفحة أو صفحتين من الكلام يقلد فيهما أسلوب مثلا عباس محمود العقاد لا يتأتى له هذا رجل يندلق على كلامه المرح إذا كتب إذا نطق نعم لابد لابد هذه هي نفسه هكذا طبعه الله عز وجل عباس محمود العقاد رجل جاد لا يجد المرح إلى كلامه من سبيل لو طلبت من عباس محمود العقاد وهو الإنسان العبقري الكاتب القدير أن يتقمص شخصية إبراهيم عبد القادر المازين لا يستطيع ولو طلبت من المازيني أن يتقمص شخصية عباس محمود العقاد لا يستطيع هذا شيء معروف وبينهما جامع مشترك من البشرية أقول لكم وأسألكم كيف يتأتى لي ولي عباس محمود العقاد وللمازيني ولطه حسين وفلان وفلان وللبشر جميعا أن يخلعوا بشريتهم نهائيا وأن يقولوا كلاما يتنزل من علياء الربوبية يقول خلقنا حملنا أحيينا الأرض إلى آخر الكلام الذي أصغيتم إليه هل يتأتى ذلك؟ هل العلم يقول نعم؟ من الذي يستطيع أن ينقل عن العلم كلمة نعم في هذا؟ أبدا أبدا بشكل من الأشكال الإنسان لا يقول بشكل من الأشكال ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون إذا كان القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام كيف يقول القرآن وما علمناه الشعر أي محمدا وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين إذا كان هذا كلام محمد لا يمكن أن يقول هذا الكلام طيب القرآن يقول ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لا ثم يقول إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا طيب هذا الكلام كيف أقول إنه كلام محمد عليه الصلاة والسلام كيف يقول هذا الكلام محمد عن نفسه مهددا كيف يقول هذا الكلام إذن نحن أمام دليل آخر من الأدلة يرسقها القرآن في عقولنا العلمية على الوظيفة الأولى التي حمل الله جل جلاله محمدا صلى الله عليه وسلم إياها ألا وهي وظيفة تبليغ تبليغ القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى إليه طيب تعالوا نصغي إلى الأدلة القرآنية على الوظيفة الثانية التي يقول القرآن إن الله سبحانه وتعالى كلفه بها الوظيفة الثانية والثالثة ما هي وظيفة التزكية والوظيفة الثالثة تعليم الرسول للناس القرآن والحكمة أي أن كلفه الله أن يعلم الناس غوامض القرآن وأن يفصل لهم مجملات كتاب الله سبحانه وتعالى ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الكلام لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إذن هذه وظيفة حمله الله عز وجل إياها معنى يزكيهم أن يربيهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم حمل وظيفة تربية الناس ولذلك نجد أن القرآن إلى جانب نقله القرآن لنا من عند رب العالمين يجلس فيربي أصحابه ويأمرهم أن يبلغوا من بعدهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم هذه التعليمات بلغوا عني ولو آية هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني لحب الله إياها هذا الكلام إنما ذكره لأنه يؤدي من خلاله وظيفة كلفه الله بها هو لا يعني يجمع الناس من حوله ليحبوه من قبيل تغذيته للأنانية في كيانه معاذ الله معاذ الله وإنما هو يؤدي وظيفة وظيفة التزكية أحب الله لما يغذوكم من نعمه لما يأتيكم من نعمه وأحبوني لحب الله إياه لا لأني محمد بن عبد الله ولا لأني عربي ولا لأني قرشي ولا ولا وإنما لحب الله عز وجل إياه إنما الأعمال بالنيات كما ذكرت لكم في حلقة مضت هذا الكلام يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل التزكية أن ينبغي أن تكون نياتكم طاهرة نظيفة وينبغي أن يكون هناك التطابق بين ألفاظكم التي تدعي وقلوبكم التي لا يراها إلا الله سبحانه وتعالى طيب هل هناك من أدلة تفصيلية على أن علينا بالإضافة إلى تلقي القرآن من رسول الله أن نصغي إلى تعليماته أن نصغي إلى بياناته أن نصغي إلى وصاياه هل هناك من دليل نعم أضعكم أمام الدليل الأول ثم أرجع تفسيره إلى الحلقة الآتي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك هذا كلام الله لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم وطرعا هذا الكلام نزل عندما قضى رسول الله بين متخاصمين بقضاء من عنده لا بقضاء من نص نزل من القرآن ومع ذلك فقد علق الله عز وجل إيمان هؤلاء المتخاصمين على قبولهم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حكمه بيان لما أجمله القرآن وشرح لبعض الغوامض التي توجد في كتاب الله عز وجل هذا الكلام له التتمة سنأتي عليها إن شاء الله في الحلقة الآتية وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة